قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الحمد لله الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة ونقلهم بالموت من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجوار والنساء والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه ينادي بعد فناء الخلق ويقول سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي خاطبه ربه جل وعلا بقوله إنك ميت وإنهم ميتون وخاطبه ربه جل وعلا بقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض ليس من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا أقدمها هروباً من الواقع كلا بل أقدمها تصحيحاً للواقع لأننا نعيش عصراً طغط فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت وانحرف فيه كثير من الخلق عن منهج رب الأرض والسماوات وأرى الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات وكأن الحياة تنتهي بالموت لا لا بعد الموت بعث وبعد البعث حشر وبعد الحشر ميزان حساب وميزان توزن الأعمال ويكون الحساب ليكون الحساب بدقة بمقدار هذه الأعمال والأقوال التي توضع في الميزان وبعد ذلك صراط وبعد ذلك جنة أو نار نجانا الله وإياكم من النار وجمعنا وإياكم مع النبي المختار في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليه لازم نتحدث أيها الأفاضل في هذه السلسلة الكريمة عن علامات الساعة وقد ذكرت في الحلقة الماضية أن العلامات تنقسم إلى قسمين علامات صغرى وعلامات كبرى أما العلامات الكبرى فقد ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري قال حذيفة اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن نتذاكر نتحدث ونتناقش فقال المربي والمعلم صلى الله عليه وآله وسلم ما تذاكرون في أي شيء تتكلمون وتتناقشون قالوا نذكر الساعة يا رسول الله الصحابة منشغلون بالآخرة نذكر الساعة يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات تبقى دل علامات الايه الكبرى إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وفي لفظ من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم دي العلامات الكبرى هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى أما العلامات الصغرى فهي العلامات التي تقع بين يدي الساعة بأزمان بعيدة بدءا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله ومن عليها لأن من العلامات الصغرى علامات ستقع مع بعض العلامات الكبرى في آن واحد بل ومن العلامات الصغرى ما سيقع بعد العلامات الكبرى هذا أمر لابد من أن يكون جاليا واضحة لأنه التبس على كثير من أهل الفضل والعلم ستقع بعض العلامات الصغرى مع بعض العلامات الكبرى في آن كظهور المهدي مع عيسى وعيسى علامة من العلامات الكبرى بعد نزوله وإن وجد عيسى فالدجال موجود وبعض العلامات الصغرى ستقع بعد العلامات الكبرى كالريح الطيبة الباردة التي ستقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وفي هذا الزمن تهدم الكعبة وسأفصل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ذكرت بعض العلامات كمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكموته صلى الله عليه وسلم وذكرت أيضا فتح بيت المقدس وذكرت طاعون عمواس كعلامة من علامات الساعة أخبر بها الصادق الذي لن تقعد اللوى وذكرت استفاضة المال وذكرت الفتنة التي لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت وذكرت الهدنة التي تقع بين المسلمين وبين بني الأصفر أو الروم وهم بلغة العصر الأوروبيون والأمريكيون وذكرت العلامة الثامنة ألا وهي ظهور الفتن نجان الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اسمح لي اسمح لي أيها الحبيب اللبي وأنت أيها الفاضلة أن أذكر فقط بالحديث الذي أنهيت به الحلقة الماضية في الفتن والحديث روه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا أي سابقوا بأعمالكم الصالحة الفتن قبل أن تنزل شايف التعبير النبوي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم تعبير النبوي في غيث البلاغة ممن آتاه الله جوامع الكلم شايف التعبير للفتن كقطع الليل المظلم يعني إيه يعني لا يرى الإنسان فيها بصيصا من النور ولا نجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد إلا من نبي ألف الأول إلا بالعمل الصالح بادروا بالأعمال فتنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا بجلاء إلى الدواء فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة يشخص لنا الداء ولا يترك الأمة هكذا حيرا وإنما يحدد الدواء بدقة وأمانة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم خلي بالك والله خلي بالك يا أختاه يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة يا رب سلم يصبح الرجل مؤمنة بقول لحضرتك ممكن يبقى مهات في صلاة الفجر تبحث عنه في صلاة العشاء خلاص تبالليلة اللي بعدها أبدا تبالأسبوع اللي بعده أبدا أعوذ بالله أين ذهب خلاص باع الدين يا ربي بماذا بعرض من الدنيا حقير يصبح الرجل مؤمنة ويمسي كافرة ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة يبيع دينه بعرض من الدنيا يدخل في ليلة من الليالي على غرف من غرف الشات أو غرف الدردشة أو إلى موقع من المواقع الإباحية لا يخرج لا يخرج أين فلان خلاص ذهب اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين يبيع دينه بعرض من الدنيا يفرط في دينه من أجل منصب يفرط في صلاته من أجل كرسي يفرط في دينه من أجل شمة هوروين يفرط في حجاب امرأته من أجل أن ينال مركزا ما يبيع دينه بعرض من الدنيا فتن خطيرة جدا اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه وانتهينا عند الحديث ده والحديث رواه مسلم وقد اتفقنا بفضل الله جل وعلا أننا لن نستدل في هذه السلسلة كاملة إلا بما صح عن الصادق المصدوق الذي لا نطق عن الهوى ففي الصحيح الغنى قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة الصلاة جامعة أنت متصور فيه بيان نبو حيقال لأن العبارة دي عبارة يعني تلفت الأنظار وتحرك القلوب الصلاة جامعة اجتمعوا اجتمعوا أيها الموحدون إلى الصلاة لتسمعوا رسول الله الصلاة جامعة الصلاة جامعة بيان نبوي سيلقى خير ستؤمر الأمة به أو شر ستنهى الأمة عنه ولما يتألك قال الله أصغ السمع وافتح القلب وحينه قال لك يقول رسول الله أصغ السمع وافتح القلب ماذا قال الحبيب قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم رحمة رحمة الرسل رحمة للبشرية بشرية عملة تشرد من هنا ومن هناك تشرد كما يشرد القطيع ثم تتنزل على البشرية رحمة الله جل وعلا بإرسال الرسل فلا نبغي أن تتصور البشرية حتى في عصر الفضائيات وعصر الذرة وعصر الإنترنت أنها صارت بمنأة أو بغنى أو صارت غنية عن منهج الرسل عن أولئك الحداة الصادقين الذين بعثهم رب العالمين ليدل البشرية الشاردة التائهة الضالة على طريق الحق والهدى على طريق رب العالمين لأن هناك الآن من ينفخ في عقول البشر ويقول إن اتباع الرسول أو إن اتباع الرسل يشكل حجرا على العقل البشري الذي بلغ ما بلغه ووصل إلى ما وصل إليه فحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات إلى آخر هذه الكلمات والله لا غنى للبشرية أبدا عن الرسل أو عن الأنبياء وعلى رأسهم إمامهم الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لوجب عليهم جميعا أن يذهبوا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه وأن يوقروه صلى الله وسلم وبارك عليه قال الحبيب إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الله وأن يذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها شايف القرن الأول القرن الخير والبركة خير الناس قرني النبي قال كده كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يتكلم عن عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها خلي بلقني اللي جيدة قال الصادق وسيكون في آخرها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وارفع عنا كل وباء يا رب الأرض والسماء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها خلي بالك وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعض يعني إيه مش يهم الكلمتين دول يعني تأتي فتنة فتراها شديدة جدا قل أعوذ بالله أنا لا أتحمل أبدا هذا البلاء ولا ذي الفتنة فتنكشف الفتنة هذه وتأتي فتنة أخرى فتنة أخرى ترقق الفتنة السابقة يعني حين ترى الفتنة الثانية ترى أن التي سبقتها لا شيء لا شيء وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعض ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه هي دي هذه هي المهلكة حقا فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يا الله اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال تخلي بالك شيء في النجو صلى الله عليه وسلم بيحدد لك الدواء للفتنة في كلمات قليلة في غاية البلاغة والوضوح إيه المخرج من الفتن دي وسأفصل إن شاء الله في المخرج لكن انظر إلى المخرج النبوي في كلمات قليلة فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان حقق الإيمان وجدد الإيمان الإيمان طريق الأمان من الفتن قائد الأمان في بحور الفتن المتلاطمة الهائجة الإيمان حصن الأمان من هذه الرياح الهوجاء رياح الفتن الإيمان تجعل تجديد بالطاعات بالتوبة فالإيمان قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فحال قلبك الآن أخي الحبيب وأنت تسمع مني قال الله قال رسوله وتتذكر الآخرة وتعقد النية على التوبة والأوبة محال أن يكون حال الإيمان في قلبك الآن كحال الإيمان في قلبك وأنت تشاهد فيلما من الأفلام الساقطة أو مسلسلا من المسلسلات الهابطة مستحيل مستحيل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالذكر يزيد بمجالس العلم وينقص بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أي سماء فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر واللفتة العملية الأخرى وهو في حق لله وهو في حق للناس قضية مش قضية الدروشة أننا آه خلاص لا ده فيه خلق لهم حقوق ولذلك شوف اللفتة النبوية من أبلغ ما يكون وليأتي إلى الناس ألا مخرج من الفتن أيوة وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يا أخي لا تكن من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا تطفيف هذا غش في الحياة هذا خداع في خداع وباطل في باطل وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه عامل الناس بهذا المنطلق والله لن تؤذي أحدا قط يخذكر في الكلمة قبل أن تتلفظ بها في حق فلان من الناس هل تحب أن يخاطبك فلان هذا بنفس اللهجة وبنفس اللغة وبنفس الكلمات التي تخاطبه بها أنت الآن هل تحب أن يفعل بك ما تفعله بإخوانك يا أخي إن كنت قادرا فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك وإن كنت غنيا فتذكر فقرك إلى الله سبحانه فمن عرف ربه عرف نفسه أقولها تاني من عرف ربه عرف نفسه من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام يا أخي إن كنت عالما من علمك إن كنت غنيا فمن أغناك إن كنت قويا فمن قواك لا تغتر فتعرف على ربك جل وعلا لتتعرف على قدر نفسك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وليأتي إلى الناس والله لفظة نبوية والله أنا أتصور لو أن الأمة لم تطبق إلا هذه الكلمة فقط لن ضبطت المعاملات بين الخلق على مستوى الأمة فوق أي أرض وتحت أي سماء وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه بس انتهت المشكلة النبي حسم القضية صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات القليلة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنت يا أختاه لا تقبلين أبدا أن تغتابك فلانة في مجلس من المجالس فلما الغيبة منك أنت إذن وهكذا أقوال وأفعال وأحوال لو امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات لنجان الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول تزداد الفتنة خطرا إذا تولى كبرها وأشعل نارها أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ملابسنا الفتنة بتكون أعصف وأعنف يا سلام رضي الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عن هذا الصحابي الجليل حذيفة أمين السر النبوي وكأن الله عز وجل قد من عليه وتخصص حذيفة في الفتن في التحذير من الفتن في نقل أحاديث الفتن سبحان الله اسمع حذيفة يقول والحديث في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إيه الفقه ده إيه الفهم العالي ده حذيفة يضع أيدينا على باب من أخطر الأبواب كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ليه لأن الخير معلوم للجميع لكن فيه فتن تحتاج إلى بصيرة تحتاج إلى علم تحتاج إلى فهم تحتاج إلى توفيق وإخلاص فحذيفة يسأل النبي وخلي بارك من الحوار الرائع ده بيقول له إيه بيقول له يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر يعني قبل الإسلام فجاءنا الله بهذا الخير يعني بالإسلام فهل بعد هذا الخير من شر خايف خايف حذيفة رضوان الله عليه والله تخلي بالك بقول له إحنا كنا في شر وجاهلية وشرك فجاءنا الله بهذا الخير بهذا الإسلام العظيم فهل بعد هذا الخير من شر قال الصادق نعم يا رب سلم نعم قال حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير سؤال بديع وهو لو قال له شر سكت فتنة كبيرة لكن حذيفة الآن رضوان الله عليه فهل بعد ذلك الشر من خير فقال الصادق نعم أسخلي بالك من الجادي وفيه دخن الخير ده فيه دخن مش خير صافي خير مشوش فيه شبهات وفيه شهوات لابد من بصيرة قال نعم وفيه دخن الرؤية مش واضحة فيه غبش شديد قال حذيفة رضوان الله عليه قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر قال نعم تاني ما هو سأل على الخير والشر لكن لسه عوزي واصل خير حذيفة رضوان الله عليه فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر قال نعم قال أي الصادق المصدوق قال نعم وخلي بالك من الجواد الجيدة قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها دعاة على أبواب جهنم وفي لفظ قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها حذيفة لسه بيسأل مش ممكن تبدل شكلهم إيه أوصفهم إيه عشان أخلي بالي أحذر صفهم لنا يا رسول الله أوصف لنا الصنف الخبيث ده دعاة على أبواب جهنم صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم من جلدتنا المرة الأولى بيقوله وما دخنوا قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر المرة الثانية أوصف لي يا رسول الله دعاة جهنم أو الدعاة الذين وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إلى جهنم بأقوالهم وأفعالهم أو كما قال ابن القيم يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وإن قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا قضية مش قضية منظرة ولا فازلك ينفع أول السنة والسنة والسنة وأنا متجرد من السنة ينفع ينفع أقول للولد ما تدخنش وأنا مدخم ما ينفعش اللهم ارزوحنا الصدق يبقى الدخن دعاته قوم يهدون بغير هدي المصطفى دخن غبش ولذلك الناس محتارة الناس يقولوا نسمع مين ونأخذ ممن غبش عشان تعرف أن كل كلمة النبي قالها حالة الغبش قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر هتسمع قولا وكلاما آآ آآ النبي قال كذا وستنكر أقوالا وكلمات كثيرة لا ده مش من كلام النبي ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يا الله تب والدعاء على أبواب الجهنم لا ده وضعتاني قال أناس من جلدتنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يا الله فيه رواف صحيح مسلم النبي قال فيها كلمات عجيبة جدا قال عليه الصلاة والسلام واللفظ لمسلم رجال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لا 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 مش ممكن مش ممكن بتقول الرواية دي من كلام النبي آآ في صحيح مسلم يعني في أعلى درجات الصحة أيوة تبقوا لها تاني هاوزين نسمع لعبارة تاني حاضر قال صلى الله عليه وسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فيه جثمان انس شكل انس وجسم انس إنما القلب قلب الشيطان تليباب يقول كذا وآخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله يعد كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد سنطارده سنصيد له الله قلبه شيطان مستحيل يتكلم بالعربية يلبس ملابسنا بس أنا ما بذكرش أسماء ستستمع إليه وهو يقول أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم أخطاء القرآن ستسمع إليها وستقرأ لها وهي تقول حتى التوحيد ظلم المرأة لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو ولماذا لم تكن لا إله إلا هي ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي يعني على دين إبراهيم على الحنيفية هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرزائل والهوس الجنسي ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقصا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب ستسمع إليه وستقرأ له وهو يقول لا أخطار الله ولا أخطار الشيطان كلا هما جدار يغلق لي عيني فهل أبدل جدارا بجدار اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا أنت ولي ذلك والقادر عليه هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ مسلم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال حذيفة لسه بيسأل حذيفة رضوان الله عليه قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك أعمل إيه في الوقت ده وقت الفتن ده أعمل إيه فما تأمرني إن أدركني ذلك قال الصادق تلزم جماعة المسلمين وإمامهم خليك مع الجماعة خليك مع جماعة المسلمين ده طريق من طرق النجاح أخي الحبيب في طريق الفتن أنت بتضيق على نفسك ما وسع الله لما؟ لما تضيق ما وسع الله عليك أنا جماعة الجماعة الفلانية وحزبي الحزب الفلاني يا أخي لا تكن حزبيا ولا تكن عصبيا ودعك من هذه العصبية البغيضة المنتنة وتعصب أقولها بملء فمي تعصب للجماعة الحق على وجه الأرض ألا وهي جماعة المسلمين هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين الله جل علاء والذي سمانا فالزم جماعة المسلمين الرسول يقول له حزيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حزيفة لسه بيسأل قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أعمل إيه؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال الصادق اعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك الله المحنة والفتنة تزداد إذا تولى كبرها وأشعل نارها رجال أو أناس من جلدتنا صلت لما تسمع كلمة من رجل كافر ظاهر صريح خلاص تبقى عارف وتأخذ استعدادك وهذه الكلمات التي تخرج من ألسنة الكافرين تحرك فينا دوافع الحذر والحيطة أما حين يشعل نار الفتنة أناس من جلدتنا هذا هو الخطر العظيم لا وتزداد المصيبة أكبر يا إخواني إذا علمنا أن الفتنة تعرض على القلوب على القلوب يعني إيه على القلوب بعض الأحبة يتصور أنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرض نفسه إليها فرآها بعينه واستمع إلى كلماتها بأذنه بل وشارك فيها بجوارحه بل وتعلق بها قلبه يتصور بعد ذلك أنه إن ابتعد عن الفتنة انتهت الفتنة لا فيذهب إلى فراش الينام فيرى المشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة صورة ويسمع كلمات الفتنة تتردد على أذنيه كلمة كلمة ليه النبي قال كذا ماذا قال قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة تاني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال الحبيب تعرض الفتن على القلوب أنا مش عاوز أقول لحضرتك العلامة واجري أقول لك من علامة الساعة كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعي لا لا مش هو ده الهدف مش هو ده الهدف مش شيء ده الغاية إنما الغاية إن أنا أقول لحضرتك الفتنة وقول لك العلاج وقول لك الدواء لعل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن أنا ما بسردش كلاما لا أسرد كلاما من أجل الثقافة وإنما أنا أخاطب العقل والقلب معه ووالله أحب لك ما أحبه لنفسي من الخير وأرجو لك أيها الفاضلة ما أرجوه لابنتي من الخير نعم أيها الأحبة يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يا سلام على التشبيه النبو والبليل تفكر الحصيرة بتعزمان ولا نسينا بقى المكت والسجاد نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب الحصيرة بتعزمان عود وبعدين عود وبعدين عود والرجل يشد الخيط ها بعد ما كانت أعواد إلى جوار الرجل الصانع صارت ما شاء الله فراشا كبيرة صار حصيرا ضخما كذلك تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا 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 يعني فتنة 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 تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء يا الله فأي قلب أشربها تشرب الفتنة تترك الفتنة في القلب أثر سواد فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء قل باعلك وأي قلب أنكرها لا مش ممكن مش ممكن تعرض الفتنة على هذا القلب ويتشربه لا حيرضها لأنه مليء ما فيش مكان في القلب للفتنة لأنه مليء بفضل الله بمواد الإيمان بالإيمان وبالقرآن وبالذكر وبالصلاة وبالتسبيح وبالاستغفار وبالأمر بالمعروف وبالدعوة إلى الله وبحب الفقراء وبحب المساكين وبحب سيد المرسلين وأصحابه مليان خير تيجي الفتنة تبحث عن مكان الله في القلب برة ما فيش تخرج برة تقع برة آه هي بتعرض لكن لا تستقر في القلب لا يتشرب القلب الفتنة ملهاش مكان مش أنا قلت لحضرتك قبل كده زمان لابد من التخلية قبل التحلية لابد من التخلية قبل التحلية لازم تطهر القلب الأول عشان تنزل فيه مواد الإيمان فإذا عرضت بعد ذلك مواد الفتن على القلب لا تجد لها مكانا في القلب فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء الله حتى تعود القلوب على قلبين ما فيش تالت قلب أسودة مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه قلب مليان هوا والهوا دعوذ بالله من الهوا الهوا ملك ظلوم غشوم جهول يصم الآذان عن سماع الحق ويعمل أبصار عن رؤية الدليل والخير ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها مش ممكن يقبل أبدا قولا لا عن الله ولا عن رسول تقول له قال الله ماشى مولانا خدنا على جناحك يا مولانا عم الشيخ الرسول بقول ماشى سيدنا بس إحنا الآن طيئة أنتوا لسا عايشين في عصر الجمل والناقة وإحنا الآن في عصر الذرة والفضائيات والمشيخ الآن تبتكلموا في الفضائيات خلاص سبوكوا بقى من الكلام الفاضي ده هوا فيه هوا تقول له الخنزير حرام الخنزير ده كان حراما لأنه كان مريضا موبوءا بالأمراض أما الآن في الخنزير تربى في العناء الصحية وتحت الرعاية الطبية فما تدعي لتحريم أكبر دماغك يا عم الشيخ تقول له الذهب حرام بيه إيه اللي حرم الذهب على الرجال تو بيقولوا الكلام ده منين يا مشايق تقول له الخمر حرام الخمر حرام ماشي يا عمي بس خلاص ده ما اسمه خمر الوقت ده اسمه مشروبات روحية مش تخلقوا كده يعني ناس عيشين مع العصر إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغال أو قلت قال الصحابة والأولي تبعوا لهم في القول والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغال صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشى رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال قال جل وعلا يا داود إما جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى ليه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يقول حذيفة تاني أيوة حذيفة رضوان الله عليه من أولت لحضرتك متخصص في هذا الباب القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر يضيء ينير فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما طيب أيها الأفاضل لأنهي الحديث الليلة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الفتن كعلامة من علامات الساعة وقد كثرت أقول الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما كل اللي انت كل اللي انت فيه ده كل الفتن دي تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الشهوات وفتن الشبهات فتن الشهوات كثيرة قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف هذه صورة من صور فتن الشهوات قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن عوفن الأنصاري رضي الله عنه وفيه والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم الرسول لا أخشى علينا من الفقر قال ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم انظر إلى فتنة المال إلى فتنة الدنيا المال فتنة ها الله فتنة شديدة قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة الفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء والامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة المال فتنة أيوة أنت في محط اختبار والابتلاء الأولاد فتنة نعم ستسأل عنهم الأولاد محط ابتلاء وامتحان واختبار الشر فتنة الشر فتنة تستطيع أن تتعرف به به هذا الترمومتر الدقيق على ما بين يديك من النعم هل هي نعمة أم هي فتنة المال الذي منى الله به عليك هل هو نعمة أم هو فتنة الأولاد هل هم نعمة أم فتنة الكرسي والمنصب الذي أنت فيه مركزك الاجتماعي هل هو نعمة أم هو فتنة كيف كيف بالله عليك دلني وبسرعة كيف أستطيع أن أفرق خذ هذا الجواب وعض عليه بالنواجذ ولا تضيعه فما أغلاه يكتب هذا الكلام بماء العيون قال ابن القيم رحمه الله إذا كان المال مثلا بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة إن جمعت المال من الحلال وأديت في المال حق الكبير المتعال فهو نعمة وإن جمعت من الحرام ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يكثر مالك ويزيد مالك الله عز وجل يزيد لك مالك فاعلم اعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة كل خير بين يديك في الظاهر إن قربك إلى الله فهو نعمة وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة كلام دقيق قس على ذلك المنصب يقربني إلى الله أوظف هذه المكانة لله سبحانه لدين الله جل وعلا لخدمة المسلمين أم أوظف هذا الكرسية والمنصب لظلم الفقراء ولظلم الضعفاء وللحصول على الشهوات الحقيرة الرخيصة والنزوات الزائلة إن قربك من الله سبحانه وتعالى فهو النعمة التي تستوجب الشكر وإن أبعدك عن الله جل وعلا فاعلم بأنها فتنة وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة لكنها الفتنة الحقيقية تدبر قول الله سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين شهوات كثيرة جدا لكن أنا أقول مهما كانت الشهوة إن تاب العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب عليه وإن وقع في الزنا وإن وقع في عمل قوم لوط وإن شرب الخمر وإن سرق وإن مهما كانت الكبيرة هذه شهوة إن تاب إلى الله فأقلى عن الذنب وندم على فعل الذنب وعمل صالحا تاب الله عليه مهما كان خطر الذنب فأهل السنة ليكثرون بالكبائر بفضل الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما فمهما كان خطر الشهوة إن تاب العبد إلى الله تاب الله عليه لكن فتنة الشبهة أخطر لكن فتنة الشبهة أخطر ليه؟ لأن القلب إن تشرب الشبهة تصبح عقيدة عند صاحبها ربما يقتل من أجلها وربما يقتل من أجلها لأنه يتصور أنه على عقيدة وأنه ينصر بذلك الدين مع أنه في شبهة خطيرة فالشبهة خطيرة روى الإمام أحمد وأبو داود والتلمذي وغيرون بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمته على ثلاث وسبعين فرقة وفي لفظ على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي شبهات خطيرة أفرزت فرق الضلال وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله إلا سوء الفهم عن الله ورسوله شبهة شبهة خطيرة بسبب سوء الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يقتل الإنسان من أجلها وقد يقتل هو من أجلها وهي في الحقيقة شبهة هل تعلم أن الخوارج كفر علي رضي الله عنه وهو من هو وهو من هو الذي تربى في حجر المصطفى وكفى كفر علي رضي الله عنه بسبب شبهة بسبب شبهة وليتسع الوقت لذكرها الآن وإن شاء الله تعالى وأن أتحدث عن إمام المتقين علي رضي الله عنه سأفصل هذا بإذن الله جل وعلا لكنني أود أن أختم حلقة الليلة أيها الأفاضل بوضع بعض النقاط العملية كدواء لهذا الداء الخطير لا سيما وقد انتشرت الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات فأنا لا أعرف زمانا من خلال قراءتي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان الخطة العملية الأولى على الطريق أصدق في طلب العون من الله أخي والله لا نجات لي ولا نجات لك إلا بسبق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى لا تغطر لا بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بأي شيء إلجأ إلى الله جل وعلا إذ لا منجى ولا ملجأ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لنا ولا قوة لنا على فعل طاعة أو على طرق معصية أو على هرب ونجاح من فتن إلا بتوفيقي سبحانه وتعالى قال ابن الجوزي سأل شيخ من أهل العلم تلميذا عنده في حلقته وقال يا بني أو في حلقته يا بني ماذا تصنع لو مردت على غنم فنبحك كلب الغنم قال أدفع الكلب ما استطعت يا سيدي قال فماذا تصنع لو نبحك الثانية قال أرد الكلب ما استطعت يا سيدي قال فماذا تصنع لو نبحك الثالثة قال أفعل مثل ما فعلت يا سيدي قال يا بني ذاك أمر يطول لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم وإن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان لا مخرج لك من الفتن إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن طيب الخطوة التانية خلاص تصدق بقى يا رب أنا ضعيف أنا فقير أنا حقير أنا عاجز لا أملك من الأمر شيئا نجني وعصني من الفتن جميل خطوة التانية بعدما لجأت إلى الله العبادة العبادة الصلوات في أوقاتها قراءة القرآن المحافظة على الأذكار الاستغفار التذلل الدعاء التسبيح التحميد التهليل التكبير العبادة 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 اسمع النبي يقول لي ايه يا الله والحديث في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار قال النبي المختار العبادة في الهرج الهرج ايه الهرج ده الفتن الهرج يعني الفتن العبادة في الهرج كهجرة الي من عبد الله في زمن الفتن هذا اجره كاجر من هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة العبادة في الهرج كهجرة الي حافظ على العبادة ثلاثة ابحث عن مجلس علم لا تضيع مجالس العلم لتتعرف فيها على الله وعلى رسول الله وعلى الدين وعلى الحلال وعلى الحرام وعلى السنة وعلى البدعة تعرف اربعة الصحبة الطيبة لا تترك الاخيار فهم يذكرونك بالعزيز الغفار ويحذرونك من النار ويبعدونك عن الشر والاشرار احفظ صحبة هؤلاء لا تصاحب الا مؤمنة ولا يأكل طعامك الا تقي واختم بها ويا لها من خاتمة لا تغفل عن الذكر لان الذكر حياة للقلب قال حبيب القلوب محمد كما في الصحيحين من حديث يا ابي موسى الاشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت اسأل الله جل وعلا باسمه الاعظم الذي ان سئل به اعطى وان دعي به اجاب ان يعصمنا وإياكم من الفتن وان ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن علامات الساعة ان يسند الامر الى غير اهله هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة